السلام عليكم هنتكلم النهاردة عن المالتي بليكسرس والدي مالتي بليكسرس هاتينا ان احنا في المرحلة التاسعة من الكورس بتاعنا وفي خلال محاضرة النهاردة هنتكلم على المالتي بليكسرس وبعدين هنشوف ازاي ممكن نعمل اكسبانشن بحيث ان احنا نستخدم مجموعة من المالتي بليكسرس على التوالي وفي الاخير هننتهي بالدي مالتي بليكسر المالتي بليكسر بيساعدني ان انا اختار ما بين عدة خطوط بحيث ان انا بختار المعلومة اللي جاي على خط محدد وبيسيب بقية الخطوط وبيطلعها لي كاوت الطبيعي ان المالتي بليكسر بيبقى فيه 2 power n input ويبقى فيه n selection للإمبوت فمثلا اذا كانت عندي ال n بتسوي واحد فمعنى كده هيبقى عدد الإمبوت بيسوي 2 power 1 اللي هي بتسوي اتنين فهيبقى عندي i1 و i0 input 0 و input 1 ويبقى عندي selection واحد بس اللي هو هسميه مثلا s0 بحيث ان i بترفير لإمبوت و s بترفير لسلكشن خلينا نبتدي بمثال بسيط هي 2 to 1 line multiplexer فهتلاقي ان true stable بتاعه هيبقى عندي مثلا فيه ال output ال output دائما هيبقى واحد وبحيث ان ال output دوت هيعدي معلومة جاية من على i0 او معلومة جاية من على i1 اللي هيحدد لي ان i0 تروح بطريقة مباشرة على ال y او ال i1 تروح بطريقة مباشرة على ال y بحيث ان انا ممكن ابنيها بالشكل اللي قدامي ده ادي block هكتب جواها max بحيث ان هي بتشير وجايلي data على ال i0 وجايلي data على ال i1 ففيه احتمال ان انا ممكن اعدي ال i0 تروح بطريقة مباشرة على ال y او ممكن اعدي المعلومات اللي جاية على ال i1 تعدي بطريقة مباشرة على ال y طبعا المعلومة اللي بتبقى جاي على ال I1 بتبقى عبارة عن Digital Signal والمعلومة اللي جاي على ال I0 بتبقى برضو Digital Signal والمعلومة دي بتبقى في شكل Series مجموعة من البلسات فهنا عندي Selector السلكتور ده هيقول لي إذا كانت الداتا اللي أنا هختارها جاية من ال I1 أو جاية من ال I0 فإذا كانت ال S0 بتسوي 0 يبقى معنا كده ال Y هيختار الداتا اللي جاية من ال I0 ومش هيبص هنا خالص إذا الـ S0 بتساوي 1 فمعنى كده إن السليكتور دوت أو الخط ده هينزل لتحت ومعنى كده إن الأوتبوت هياخد الداتا اللي جاية من الـ I1 فهي حسب القيمة اللي جاية على السليكتور سواء بصفر يبقى معنى كده الأوتبوت بيساوي I0 إذا كانت بواحد يبقى معنى كده الأوتبوت هيساوي I1 طيب تعال نشوف مثلا إذا عندي الـ N بتساوي 2 معنى إن الـ N بتساوي 2 يبقى معنى كده number of inputs بيساوي 2 power N بتساوي 2 power 2 فيبقى عندي 4 inputs I0 I1 I2 I3 وهيبقى عندي إثنين سليكتورس S0 S2 لإننا عندي N equal to 2 مثال هتلاقي 4 to 1 line multiplexer قلنا دائما عندنا الأوتبوت هو واحد والأوتبوت هيبقى يأمى الـ I0 يأمى الـ I1 يأمى الـ I2 يأمى الـ I3 فأدي التابل هيقولي إن الـ Y الأوتبوت ممكن تكون I0 ممكن تكون I1 ممكن تكون I2 وممكن تكون I3 وهيبقى عندي 2 selectors S0 S1 هي اللي هتقولي إذا كان الأوتبوت بيساوي I0 أو I1 أو I2 أو I3 قادي الملتبليكسر بتاعي باختصاره بيبقى دائما Mux بحيث إن الـ Y ممكن تساوي I0 ممكن تساوي I1 ممكن تساوي I2 ممكن تساوي I3 هتلاقي إن أنا ما عنديش هنا طبعا 4 خطوط بيبقى عندي خط واحد وهو يأمى بيبقى هنا يأمى بينزل وبيبقى هنا يأمى بينزل وبيبقى هنا بحيث إذا جالي عند الـ S0 0 والـ S1 0 يبقى معنى كده الـ Y هتبقى متوصلة بالـ I0 بس فمعنى كده الـ Y هتساوي كل الـ Digital Signal اللي جاية على الـ I0 أما إذا جالي 1 و 0 فمعنى كده إن الـ Y هتساوي كل الـ Digital Signal اللي جاية لي من على الـ I1 إذا جالي 0 و 1 معنى كده إن الـ Y هتساوي كل الـ Digital Signal اللي جاية لي على الـ I2 وإذا جاية لي 1 و 1 فمعنى كده إن الـ Y هتساوي الـ Digital Signal اللي جاية لي على الـ I3 اذا عندي الان بتسوي ثلاثة فمعنا كده النمبر اف امبوت سيبقى تمانية ستبقى اي زيرو اي وان اي تو اي سري لحياة الاي سيفن والسليكتور سيبقى عندي ثلاثة اي س زيرو اي س وان و اي ستو مسالة على اي تو وان لين ملتي بليكسر نرسم التابل بتاعنا تاني هنكتب واي بعد كده اي زيرو اي وان اي تو اي سري اي فور اي فايف اي سكس اي سيفن والSelectors S0, S1, S2 حيث أن الY ممكن تسوي I0 ممكن تسوي I1 ممكن تسوي I2 هتسوي واحدة من الثمانية دولار وآدي مثال على ثمانية لواحد ملتبليكسر وعندي ثلاثة Select Lines حيث أن إذا جالي سفر وسفر وسفر هيبقى الأوتبوت بيسوي I0 إذا جالي واحد وسفر وسفر هيبقى الأوتبوت بيسوي I1 جالي سفر واحد سفر هيبقى الأوتبوت بيسوي I2 جالي واحد واحد سفر هيبقى الأوتبوت بيسوي I3 وهكذا طب إزاي ممكن نبني ملتبليكسر هتلاقي أن إنت محتاج ديكودر زائد اتنين input and gates زائد multiple input or gates مثال على كده ممكن نشوف الFort 1 line ملتبليكسر هتلاقيه بالشكل دوت محتاجين ديكودر هذه الS0 والS2 هم هيبقى الامبوت للدكودر بعد كده هيتطلع لي output يأمة واحد سفر 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 يأمة سفر واحد سفر سفر يأمة سفر سفر واحد سفر يأمة سفر 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 واحد وطبعا أنا كده كده عندي جايلي الDigital Signal من خط تاني فهي هتخش على الAND gate بحيث ان هنا ازا جايلي واحد يبقى معنى كده كل الDigital Signal هتخرج ازا كانت واحد هيطلع واحد ازا كانت سفر هيطلع سفر حسب الAND gate اما البقائين هيبقوا مش متفاعلين هيبقى بيسوي هنا سفر وسفر وسفر ففي الحالة دي ال electronics هتساوي كل ال �تا اللي جايلي من الAND gate الاولانية او من ال i0 نفس الكلام إزا جايلي هنا سفر واحد سفر سفر حسب السليكتور فمعنى كده انه جايلي واحد هنا الAND gate دي دايما مخرجه لسفر ودي دايما مخرجه لسفر وده دايما مخرجه لسفر اما الAND gate دي هتخرج لي يا سفر يا واحد حسب قيمة ال i1 فالi1 هتخرج لي one إذا جايلها سفر هتخرج لسفر حسب الديجيتر سيجنال اللي جاية. ومعنى كده الواي دايما هتساوي قيمة الاي وان. فقادي ازاي ممكن نبني محتاجين ديكودر. بعد كده مجموعة من الاند جيتس. كل اند جيت فيهم اتنين امبوت. ومحتاجين اور جيت ليها كزا امبوت. ازا جينا نكتب الاوتبوت بتاعنا فهتلاقي ان الواي هو عبارة عن اس وان بار طيب تعال نشوف ازا ممكن نوصل الملتوبلكسرز على التوالي. السبب في كده ان احنا هنبقى محتاجين نبني ملتوبلكسر كبير باستخدام مجموعة من ملتبليكسرس الصغيرة. فاللارج مالتبليكسر ممكن ان احنا نصممه باستخدام مجموعة من مالتبليكسرس الصغيرة. مثلا على كده عايزين نبني باستخدام مجموعة من ملتبليكسر. فهتلاقي ممكن نحط بتاعة الاتنين ملتبليكسر hearne وبعد كده بتاعة الاثنين مالتبليكسر دولة هيعدهم على اللي بعده. بحيث مثلا خليني افترض ان اجلي عند الاس زيرو سفر وعند الاس واحد سفر فمعنى كده هيجي لي هنا سفر وهيجي لي هنا سفر فالسجنل اللي هتعدي هنا هتبقى الاي تو والسجنل اللي هتعدي من هنا هتبقى الاي زيرو فالواي زيرو بتساوي اي زيرو والواي وان بتساوي اي تو وهنا برضو ازا جاي لي سفر فمعنى كده اللي هيعدي هي الواي زيرو وده مش هتعدي فمعنى كده الواي هتساوي اي زيرو ازا جاي لي هنا واحد وهنا سفر فمعنى كده الواحد هيقول لي ان انا هختار الاي وهختار من هنا الي اي 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 ا one line multiplexer و two to one line multiplexer. هتلاقي ممكن نبنيها بالطريقة دي. هنستخدم اتنين four line multiplexer. والاوتبوت بتاعهم هيعدي على two to one line multiplexer. وهنا هيجيلي ال S one وهنا هيجيلي ال S zero. نفس الكلام هنا هيجيلي ال S zero وهنا هيجيلي ال S one. وال S two هتروح هنا. فال S two هي هتقول لي انا مختار المالتبليكسر اللي فوق ولا اللي تحت. وطبعا كل مالتبليكسر بيخرجلي output واحد بس بيخرجلي I one يا I two يا I three يا I four. ودوت هيخرجلي اما I five يا اما I six يا اما I seven يا اما I eight. فبنفس الطريقة ازا جالي هنا سفر وسفر وسفر. فمعنى كده ان خارجلي من هنا I five وهنا خارجلي من هنا I one. وطبعا ازا S two بتساوي سفر. يبقى معنى كده انا مختار المالتبليكسر الاولاني فانا مختار I one فال Y هتساوي I one. نفس الكلام ازا S two مثلا بتساوي واحد وهنا سفر وسفر. معنى كده خارجلي من هنا I one وهنا خارجلي I five. اما عشان S two بتساوي واحد. فمعنى كده الاوتبوت هيساوي المالتبليكسر التاني. فهيخرجلي على ال Y I five. ال D multiplex. ال D multiplex هو عكس المالتبليكسر. بيبقى جايلي خط واحد في الداتا. ومن خط دوت انا عايز اطلحها على واحد من كذا خط. انا عايز اطلحها على الخط الاولاني الاوتبوت الاولاني. اما عايز اطلحها على الاوتبوت التاني اما عايز اطلحها على الاوتبوت التالت. فهنا بيبقى عندي هو خط واحد والاوتبوت بيبقى عدة خطوط. وانا عايز اختار انهي خط اطلع عليه الداتا. فالمالتبليكسر العادي هتلاقي ان هو فيه بتبقى دايما خط واحد والاوتبوت بتبقى two power n. وايه هي الان? الان هي عدد السليكشنز. فمسلا ازا عندي واحد فمعنى كده ان عدد الاوتبوت هيبقى مسلا Y one Y zero. وهيبقى عندي السليكتور هو S zero. مسال على كده خلينا نبتدي بدي مالتبليكسر بسيط فهنقول one to two. line D multiplexer. فقلنا عندنا اتنين output Y zero Y one. وعندنا سليكتور واحد بس. وعندنا ال Y zero هيساوي الاي. يا اما ال Y one هو اللي هيساوي الاي. ففي حالة ان ال Y zero بيساوي الاي. فهيبقى ال Y one جاي لها مجموعة من الاسفار. وفي حالة ان ال Y one بيساوي الاي. فهيبقى ال Y zero بيساوي سفر. فعندي سليكتور S zero هو اللي هيحددلي اذا كانت ال data اللي جايلي هتروح على ال Y zero او وهتروح على ال Y one. فقادي البلوك بتاعت ال D multiplexer. وجايلي هنا input i. وعندي enable وعندي select. حس اذا كانت ال S zero بتساوي سفر. فمعنى كده ال Y zero بتساوي ال input data كلها. وال Y one بتساوي اصفار. اما ازا كان ال S zero بيساوي one. فمعنى كده ال Y zero مش هيجي لها حاجة. وال Y one هي اللي هيجي لها ال input data. نفس الكلام ازا عندي مثلا ال N بتساوي اتنين. two selectors. بمعنى كده عدد ال output بتاع بيساوي two power N بيساوي two power two. بيساوي Y zero Y one Y two Y three. عندي اربعة output وعندي S zero و S one. مثال على كده. one to four line D multiplexer. ممكن قبني التابل بتاع دوت فاقول فيه Y zero Y one Y two Y three. بحيس ان ال Y zero هتبقى باي والباقي بصفار. او ال Y zero هتبقى بصفر. وال Y واحد equal I والباقي صفار. او ال Y two هي اللي هتساوي I والباقي صفار. او ال Y three هي اللي هتساوي I والباقي صفار. هيبقى عندي S zero و S one. بحيس ادي عندي D multiplexer. one to four. فازا جالي عند ال S zero وال S one صفار. معنى كده ال Y zero هتساوي I. ازا جالي عند ال S zero one وال S one zero. معنى كده ال Y one هي اللي هتساوي ال input data او ال I. ازا جالي عند ال S zero صفار. وال S one واحد. فمعنى كده ال Y two هي اللي هتساوي ال input data. وازا جالي واحد واحد عند السيلكتورس. يبقى معنى كده ال Y three هي اللي هتساوي ال input data. ازا حابب تشتري ال IC بتاعت الملتبليكسر من السوق. فالرقم بتاعها سبعة اربعة واحد خمسة واحد. فده عبارة عن eight to one line ملتبليكسرس. هتلاقي عندك فيه سيلكتور. سيلكت inputs. البنى رقم 9 و 10 و 11. وهتلاقي ان ال data عندك هي البنى رقم واحد اتنين تلاتة اربعة. خمستاشر اربعتاشر تلاتاشر و 12. وهتلاقي ان ال output على البنى رقم خمسة. ازا عايز تاخد ال output دوت مع كوز. هتلاقيها على البنى رقم ستة. وبكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة. ومع السلام. اشتركوا في القناة